يقال أنه من الآلة الحاسبة البسيطة إلى الذكاء الاصطناعي المعقد كل الآلات الإلكترونية والبرمجيات الموجودة في العالم اليوم يرجع الفضل في وجودها إلى محمد الخارزمي فإلى أي حد هذا صحيح؟ مرحباً معكم رحال من مجتمع بايثون العربي هذه الحلقة مختلفة ومميزة لأننا سنتحدث فيها عن شخصية لها مكانة كبيرة في التاريخ وفي قلوبنا أيضاً تابعونا هو محمد بن موسى الخارزمي أحد أشهر علماء الرياضيات والفلك ولد وترحرع في بلاد فارس سنة 780 ميلادية وتحديداً في مدينة صغيرة تقع بين أسباكستان وكازاخستان إلا أن معظم المصادر التاريخية تشير إليه بالعالم العربي المسلم لسببين الأول أنه لم يعرف عنه أنه انتمى لغير دولة المأمون ذلك الخليفة العباسي الذي قربه وجعله على رأس العلماء ببغداد التي كانت آنذاك عاصمة الإسلام والعرب الثاني هو أن كل مؤلفاته باللغة العربية الفصحة وموجهة للمجتمع العربي المسلم شكلاً ومضموناً ولم يوتر عنه أنه ألف بلغة أخرى غير العربية لا نعرف عن طفولة الخارزمي إلا أنه كان تواقل العلم والمعرفة وأنه شد الرحالة من فارسة إلى مهد الحضارة الإنسانية ببغداد فكأننا به منذ ذاك لا يرى إلا داخلاً أو خارجاً من مكتبة بغداد الكبير بدون مبالغة نحن لا نعرف عن حياته الاجتماعية إلا انشغاله بالعلم أعتقد أننا يمكننا القول بأنه وهب حياته للعلم فوهب العلم لحياته للخلوط إنجازات الخوارزمي كيف غيرت العالم؟ حين كان المؤرخ البلجيكي جورج سارتن يضع الأسس الأولى لعلم تاريخ العلم استوقفته مؤلفات الخوارزمي فقال عنه بأنه أعظم علماء الرياضيات في عصره وهو واحد من العظماء في التاريخ إذا ما أخذنا كل الظروف بعين الاعتبار فما هي الإنجازات التي أدخلت اسم الخوارزمي إلى التاريخ؟ الخوارزمي هو أول من أدخل الصفر إلى الحساب تخيل كيف كانت معاناة علماء الرياضيات عند إجراء أبسط العمليات الحسابية قبل ابتكار الصفر ناهيك عن كون الصفر بمثابة الحجر الأساسي في الرياضيات والفيزياء الخوارزمي هو من أدخل الصفر إلى الحساب وأعطاه قيمة الرياضية مما سمح بإجراء حسابات التفاضل والتكامل وغيرها من العمليات الحسابية البسيطة والصفر أيضا هو أساس النظام الثنائي الذي تعمل به كل الأجهزة الإلكترونية في العالم بدون الصفر لم نكن لنستطيع برمجة الحواسيب أبدا وكلمة شيفر اللاتينية والتي تعني الأرقام عموما تم اشتقاقها من الكلمة العربية الصفر إن الخوارزمي له الفضل أيضا في ابتكار الأرقام العربية التي تستعمل في العالم أجمع أما الأرقام التي تستعمل في العالم العربي حاليا هي الأرقام الهندية الخوارزمي هو واضع علم الجبر ابتكر الخوارزمي علم الجبر وفصله باعتباره علما قائما بذاته وكان ظهور هذا العلم الجديد يعتبر تحولا ثوريا في تاريخ الرياضيات وصدمة للأوساط العلمية التي كانت لا تتصور آنذاك علم الرياضيات بدون هندسة علم الجبر فتح باب التجديد والتطور وبفضله استطاعنا حل وتفسير مجموعة من المسائل والمواضلات الرياضية عبر التاريخ فالذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة لم يكن تطبيقه ممكن بدون علم الجبر وهذه مساهمة أخرى تحسب للخوارزمي أما مصطلح الجبر اللاتيني ليس سوى اشتقاقا لكلمة الجبر العربي الخوارزمي هو واضع علم الخوارزميات وضع الخوارزمي مصطلح الخوارزميات وهي مجموعة من التراكيب الرياضية والمنطقية والتي تهدف في النهاية لحل مشكلة معينة أو لتحسين حل موجود مسبقا لفضل الخوارزميات تمكن العالم من برمجة الحاسب بعد وفاته بأكثر من عشرة قرون ولهذا السبب يطلق على الخوارزمي لقب أبو الحاسوب وترجمت الخوارزميات إلى اللغة الإنجليزية بـ Algorithms اشتقاقا من اسم هذا النابغة الخوارزمي هو أول من اكتشف المعادلات من الدرجة الثانية من أهم اكتشافات الخوارزمي في علم الجبر والمقابلة والرياضيات عموما المعادلات من الدرجة الثانية فلقد طور هذه المعادلات بأسلوب هندسي مهم كان الأساس في حل العديد من المعادلات المعقدة الأخرى الخوارزمي ومواهبه المتعددة بالإضافة إلى كل ما ذكرناه من ابتكارات ينسب للخوارزمي الفضل في وضع النسب المثلتية لحساب المثلتات وأشرف على وضع أول خريطة معروفة للأرض في عصره كما كان له إسهامات في علم الفلك والجغرافيا لقد كان رحمه الله شعلة من المواهب المتعددة وسيبقى إرته خالدا على مر التاريخ فهل تتفقون مع من يقول بأن كل هذا التقدم الذي يشهده العالم لم نكن نصل إليه لولا مساهمات الخوارزمي أخبرونا برأيكم في التعليقات أسفل الفيديو أخيرا يمكنكم الانضمام إلى حسابنا عبر بايتريون والمساهمة في إنتاج هذه المادة لإثقاء المحتوى العربي وإيصال رسالتنا إلى العالم شكرا على المشاهدة ولا تنسى مشاركة الحلقة مع أصدقائكم للقاء